بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أبناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلية الأستاذ عبد السلام مغنين بمشيئة الله نستكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات لصف الأول الابتدائي درسنا اليوم يا مبدعين ويا مبدعات يحمل عنوان المجسمات فكرة الدرس أبناء بناتي أتعرف على بعض المجسمات إذن ننطلق وإياكم أبناء بناتي مع هذا الاستعداد وقبل أن نبدأ به نقول بارك الله فيكم لدينا هنا أتعرف المكعب والكرة والمخروط والإصطوانة هي فكرة درسنا لدينا هذه المفردات الجديدة مجسم مكعب كرة مخروط إصطوانة إذن أبناء بناتي هذه المفردات سنتعرف عليها بإذن الله هذا اليوم الآن ننطلق مع هذا الاستعداد ولدينا هنا مجموعة من المجسمات سنتعرف عليها أبناء بناتي هذا المجسم أبناء بناتي ماذا نطلق عليه مبدعين مكعب نطلق عليه مكعب ومن الأشياء الموجودة أمامنا أبناء بناتي والتي يكون شكلها شكل المكعب مبدعين مكعب الأرقام مكعب الأرقام نجد في كثير من الألعاب أبناء بناتي هذا نسميه مكعب وهو مثالا للمكعب المجسم التالي لدينا هنا ماذا نطلق عليه كرة كرة مبدعين طيب مثالا على ذلك نموذج الكرة الأرضية هل هناك نموذج آخر أن نستطيع أو مثال آخر نراه لهذا نموذج الكرة نعم كرة القدم أو الكرة الصغيرة صح أو لا يا أبطال مبدعين بارك الله فيكم طيب هنا أبناء هذا المجسم ماذا نطلق عليه مخروط مخروط وأحد النماذج عليه من الأشياء التي نراها هو هذه اللعبة بارك الله فيكم الآن المجسم التالي استوانة وهذا المجسم نطلق عليه اسم استوانة طيب أبناء بناتي نموذج عليه نراه هو هذه العلبة هذه العلبة على شكل استوانة بارك الله فيكم إذن نرى منها مثل علب الطعام وغيرها أبناء بناتي التي تكون على شكل استواني إذن أبناء بناتي استعرضنا معكم هذه المجسمات منها ننتقل إلى هذه التدريبات وهنا فقرة أتأكد ويقول أحوط المجسمات التي لها الشكل نفسه وأذكر اسمها إذن أبناء بناتي لدينا هذا المجسم نريد أن نحوط من هذه الأشكال أو هذه المجسمات المجسم الذي يطابقه أو له نفس الشكل ومن ثم نذكر اسمها هل نستطيع؟ تفضل يا مبدعين تفضل يا مبدعين تفضل يا مبدعين صلت اللي جابة بارك الله فيكم إذن أبناء بناتي أولا نريد أن نحوط المجسمات التي لها الشكل نفسه ما رأيكم؟ هذه العلبة لها نفس الشكل وكذلك هنا لها نفس الشكل أبناء بناتي إذن أبناء بناتي ماذا نطلق على هذا الشكل أو هذا المجسم؟ هاي أبطال مبدعين استوانه نطلق عليه استوانه إذن بهذا الشكل أجبنا على هذا السؤال الآن ننتقل وإياكم إلى السؤال الثاني بنفس الفكرة أبناء بناتي حوط المجسمات التي لها الشكل نفسه واذكر اسمها تفضل يا مبدعين هاي مبدعين هل استطعت تحديد المجسمات أو المجسمات التي لها نفس الشكل؟ نعم هذا المجسم أبناء بناتي له نفس الشكل صح؟ لا لا كذلك هذا المجسم له نفس الشكل إذن ماذا نطلق على هذا المجسم أبناء بناتي؟ هاي أبطال مبدعين مخروط نطلق عليه اسم مخروط بارك الله فيكم يا مبدعين الآن نمسح وننتقل إلى السؤال الثالث ولدينا هنا أبناء بناتي أحوط المجسمات التي لها الشكل نفسه وأذكر اسمها تفضل يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين هل وصلتوا للإجابة؟ بارك الله فيكم إذن أبناء بناتي لدينا هذا المجسم نريد المجسمات التي لها الشكل نفسه أي مجسم؟ الأول هنا البرتقالة صح ولا لا يا أبطال؟ لها نفس الشكل صح ولا لا؟ إذن ماذا نطلق على هذا المجسم؟ كرة مبدعين كرة بارك الله فيكم يا أبطال الآن نمسح وننتقل إلى السؤال التالي بنفس الفكرة أحوط المجسمات التي لها الشكل نفسه وأذكر اسمها تفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة المجسم الثالث إذن نحوطها ابناء بناتي إذن ماذا نطلق عليه هذا المجسم هدية الهدية أو علبة الهدية لها نفس الشكل وماذا نطلق عليه اسمها هذا الشكل ابناء بناتي مكعب بارك الله فيكم يا أبطال إذن بهذا الشكل أجبنا على هذا السؤال ومنه ننتقل إلى فقرة أتدرب ابحث عن أشياء تشبه المجسم ثم أرسمها تفضل يا أبطال السؤال السادس لدينا هنا المكعب نريد أن نبحث عن شيء لو نفس الجسم أبناء بناتي أو نفس المجسم ونرسمه هل تستطيعون رسمه؟ تفضلوا يا أبطال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة الشكل الخاص بالمكعب او تقريبا قريب منها ابناء بناتي مبدعين نستطيع نقول علبة الهدية او صندوق ابناء بناتي الذي نضع فيه الاغراض اذا نقوم برسم اي شكل من هذه الاشكال وهنا وضعنا هذا الصندوق ابناء بناتي شكله مكعب بارك الله فيكم او تقريبا قريبا من المكعب السؤال السابع لدينا هذه الاستوانة نريد رسم ابناء بناتي شيء من الاشياء التي نراها امامنا ولها نفس هذا المجسم تفضلوا يا ابطال هل تعرفون اشياء ترونها امامكم تستطيعون رسمها لها شكل استوانة؟ مبدعين احد هذه الاشياء نستطيع ان نرسم الكأس ابناء بناتي له شكل استواني بارك الله فيكم اذا بهذا الشكل اجبنا على السؤال السادس والسابع الان في السؤال الثامن بنفس الطريقة نريد ان نرسم شيء ابناء بناتي له شكل مخروط تفضلوا يا مبدعين اشتركوا في القناة هاي مبدعين صالتوا اللي جابة بارك الله فيكم اذا لدينا اشياء نراها كثيرة لها شكل مخروط احد هذه الاشياء ماذا ابناء بناتي البسكوت الخاص بالايس كريم صح ولا لا يا ابطال له شكل مخروط بارك الله فيكم طيب السؤال التاسع لدينا كرة هل نستطيع رسم شيء يشبه المجسم الكرة تفضلوا يا مبدعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاي مبدعين هل رسمتم بارك الله فيكم اذا نريد ان نرسم شيء يشبه مجسم الكرة مبدعين كرة القدم نستطيع ان نرسمها صح ولا لا لا شكل كروي صح ولا لا يا ابطال بارك الله فيكم كذلك نستطيع ان نرسم اي كرة اخرى ابناء بناتي ستكون تمثل مجسم له شكل كروي اذا بهذا الشكل نكون جبنا على السؤال الثامن والتاسع الان ننتقل ابناء بناتي الى فقرة اكتب وهي احد المهارات الرياضية السؤال العاشر هنا يقول اصنف المجسمات الى مجموعتين احوط المجموعة الاولى بخط اخضر والمجموعة الثانية بخط ازرق اذا ابناء بناتي هل تستطيعون ان تقوموا بتصنيفها تفضلوا بارك الله فيكم اشتركوا في القناة هاي مبدعين هل استطعتون تصنفوها بارك الله فيكم اذا ابناء بناتي سننتقل وإياكم الى شاشة التلوين حتى تساعدنا في تحديد المجموعتين يقول احوط المجموعة الاولى بخط اخضر طيب ابناء بناتي ما هي المجموعات التي التي استطيع ان اكونها هاي يا ابطال استطيع ان اكون مجموعة المكعبات ومجموعة الكرات صح ولا لا اذا مجموعة الاولى ابناء بناتي سنحوطها باللون الاخضر وهي مجموعة المكعبات هذا المجسم مكعب وهذا المجسم كذلك مكعب حوطناه باللون الاخضر ابناء بناتي وهذا المجسم برضو مكعب حوطناه باللون الاخضر نرى الشكلين او الجسمين المتبقية هي كرة وهنا كرة اذا صنفنا التصنيف الاول الى المكعبات والتصنيف الثاني الى الكرة اذا الكرة ساقوم بتحويطها باي لون مبدعين باللون الازرق اذا ابناء بناتي الكرة الاولى اولونها او حوطها بالازرق والكرة الثانية بالازرق اذا هذه مجموعة والمكعبات هي المجموعة الاخرى الان لدينا هذا السؤال اشرح كيف صنفت هذه المجسمات هل تستطيعون ان تقوموا بالكتاب ابناء بناتي وتشرح ماذا فعلنا هنا مبدعين تفضلوا يا ابطال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بارك الله فيكم اذا هذه هي المجموعتين اللي راح تتشكل عندي اذا ابناء بناتي مع هذه الشريح نكون وصلنا الى ختام درسنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتنا في امان الله